محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين الهدات المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيره واللعن الدائم على أعدائهم وظالمين ومنكري فضائلهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين صلى الله عليك يا سيدي يا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيم لو كان ينقع للعليل غليل فاض الفرات بمدمعي والنيل كيف السلوء وليس بعد مصيبة ابن عقلي صبر ولا مأمول أفدي رسولا عن رسالة أحمد يحكي وعن أحكامها مسؤولي تعست أناس دين آل أمية نصر ودين محمد مخذوله خذلوه وانقلبوا إلى ابن سمية وعن ابن فاطمة يزيد بديلوا آوته طوعة مذأتاها والعداء من حوله عدوا عليه تجولوا فأحس منها ابنها بدخولها في البيت أن البيت فيه دخيل فمضى إلى ابن زياد يسرع قائلا بشرى الأمير فتن ماه عقيل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون والعاقبة للمتقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام 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 كلمة الإسلام هذا الإصطلاح أخذت هذه الكلمة من التسليم بالنسبة إلى إبراهيم الخليل عليه السلام الله تعالى يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عند كلمة في تعريف الإسلام يقول الإسلام هو التسليم والتسليم هو التصديق والتصديق هو اليقين واليقين هو الإقرار والإقرار هو الأداء والأداء هو العمل طبعا هذه مراتب متعددة الإسلام هو التسليم يعني أن الإنسان المسلم يسلم أمره وقيادته إلى الله والرسول من بعد ما ثبتت له بطرق صحيحة معقولة بأن الله قد بعث هذا النبي رسولا من قبله وصاحب كتاب صاحب شريعات وأنه مبعوث من قبل الله فتجب طاعته ويجب الاعتمار بأوامره ويجب التسليم له لا بد من التسليم الإسلام هو التسليم شوف القرآن الكريم لما يتحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن موقف المؤمنين يقول فلا وربك هذا قسم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قبيت ويسلموا تسليما بيقولون هذا إجحاف هنا صار غبن صار بالنسبة أن النبي بالنسبة إلى الشخص الفلاني مثلا ما لإليه حيفو مي مكو وإنما لازم يسلم وهذا التسليم مو بس بالقباء مو بس بالحكم لا لا بصورة عامة في كل الأمور في كل الواجبات في كل المحرمات لما يأمر بشيء لازم يطاع لما ينهى عن شيء لازم يطاع لما يحكم في شيء لازم يطاع ما كان لمؤمن ولا مؤمن إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم في معركة الأحزاب الله تعالى يذكر موقف المنافقين قالوا ما وعدنا الله ورسوله ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة بينما المؤمنين موقفهم شنو فلما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله بعد وما زادهم إلا إيمانا وتسليما اشتدت الحال عليهم منافقين قالوا تعالى هذا يضرعن بالجنة راح نأخذ حكم قيصر ومكسرة والدنيا كلها صير بيدنا الآن ما نقدر نحافظ على أنفسنا هذا عمر بن عبد ود العامري شخربط أحوالنا شلون هذي هراح ننقتل إحنا وما يبقى أن شيء بينما المؤمنون لا قالوا ما دام الله ورسوله وعدونا وعد حق هذا هسه شدأك وتنفرج هاي الشد وما زادهم إلا إيمانا وتسليما الإنسان المسلم هذه مناسبة ليلة مسلم سلام الله عليه أول شهيد من أهل البيت من العترة الطاهرة من شهداء كربلاء الحديث عن الإسلام مسلم إلى آخر المهم أنه القرآن الكريم يقول إن الدين عند الله الإسلام وفي آية أخرى يقول ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين هذا الإسلام الذي رضيه الله تعالى للمسلمين دينا اليوم أتملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا إذن الدين المراد به مو قسم من الدين مو قدين ناقص وإنما دين كامل ولم يكمل الدين إلا بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام هذا نص القرآن بعد لما الآية هذه ما نزلت إلا بعد نصب الإمام علي عليه السلام يوم غدير خم فإذن الدين الصحيح المتكامل لم تفعل فما بلغت رسالته يعني بالكمال والتمام ما صارت إبلاغ الرسالة إبلاغ الرسالة يصير بالولاية تعيين الإمام تعيين الولي للمسلمين إذا علها الطريق هذه مشت الناس فسيكون الناس سعداء ولنحيي أنهم حياة طيبة كل الشروط هذه تشوف حياة المسلمين سيئة شقية لأنهم ما مشوا على ما أمر الله تعالى به يقول سلمان الفارس رضوان الله عليه السلمان المحمدي والله لو وليتموها عليا لأكلتم من فوق رؤوسكم ومن تحت أقدامكم يعني النعمة تكون متوفرة عليكم ما أضيع حقوق لأحد زن ومن يبدأ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه هنا يجي سؤال أولا للإسلام آخر الأديان ونبينا خاتم النبيين ولا نبي بعدي زين والحياة في تطور الحياة في تطور الآن مئة سنة قبل شوف شلون كانت الدنيا والساء شلون مئة سنة بعد شلون الصي الحياة في تطور والدين لازم يواكب الزمن ويواكب المجتمع ويواكب التطور هل في الإسلام مرونة ومقومات التطور ومتقومات الحياة ومسايرة الزمن ومسايرة العلم ومسايرة الفكر والتقدم أم لا هذا السؤال الأول السؤال الثاني أنه الدين لازم يضع الحلول لمشاكل المجتمع مجتمعك بمشاكل الناس عندهم مشاكل وهذه المشاكل من يحلها؟ القانون فالقانون إذا قانون الله قانون الإسلام لازم أكب قدرة على أن يحل هذه المشاكل أي وحدة وحدة ثانية أن متطلبات الناس أيضا يقضيها ومو بس مشاكل حاجيات أكب عند الناس أشياء أكب عند الناس متطلبات فلازم بالإسلام مرونة الشريعة الإسلامية القوانين الدينية اللي بحيث يضم كل هذه الأمور نجي بالنسبة إلى النقطة الأولى أو السؤال الأول هل الإسلام فيه قدرة وقابلية على التطور الذي بحيث يواكب الزمن ويسير مع التطور في كل العصور حتى نقول هذا الدين يبقى إلى آخر الدنيا وإلا لكان واجب أن دين جديد يجي قوانين جديدة تتبدل القوانين القديمة نعم فيه قدرة على التطور ويساير الزمن استاذنا أذكر بعض النماذج مثلاً لما نجي احنا في المجال العسكري في المجال العسكري التطور اللي موجود في الإسلام القرآن الكريم شي يقول وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم طبعاً هاي ما لا ترهبون مو يعني الإسلام دين إرهابي لا يعني تخوفون لما مثلاً إسرائيل قوية إذا متى وقف دولة قوية قدامها معناه تحتضي عليها والدنيا هكذا يعني النواميس قضت ألا يعيش الضعفاء كل من كان ضعيفاً أكلته الأقوياء سواء كان قبل مليون سنة أو قبل ما أدري ألف سنة تشنقيس خانو ما أدري من المغول يو أمريكان يو ما أدري الشرق أو الغرب حياة هكذا يعني على طول هذه القوي يأخذ الرتيش مثل ما يقولون زين فإذن ترهبون يعني لما يعرفك أنك قوي أنت تلوئيده ما يجي الوئيدك إذا تقدر تدافع عن نفسك فمعناه أنه يرتدع ولا يعتدي عليك زين تطور في الزمن صار فالزمن كانت الأسلحة السيوف والرماح والنبال والأشياء البسيطة طور الزمن إلى أن وصل إلى زماننا هذا طائرات ورشاشات ومدافع ونفاثات وما أدري قادفات قنابل وإلى آخر ذلك نعم كل هذا ممكن استخدامك ممكن الاستفادة منه لكن أكو أشياء اللي بيها إبادة جماعية الإبادة الجماعية حرام في الإسلام بأي صورة من الصور يعني واحد يذب سم بالماء مالت العدو في سبيل أن يقتلهما إبادة جماعية واحد يستخدم الأسلحة الكيماوية أسلحة الجرثومية هذه كلها محرمة شرعاً هذه محرمة نعم مواجهة الأسلحة الأخرى المتعارفة فإذن الإسلام ما منع منها وإنما يستخدمون الناس المسلمين يستخدمون في كل زمن الأسلحة اللي موجودة تعال في المجال الصحي في المجال الصحي كانت الأمور بداية المعالجات بداية وحكيمه أعشابه إلى آخر ذلك طريق بعدين اتطورت الدنيا وصارت مستشفيات وصارت وسائل حديثة فممكن الاستفادة منها ماكو مانع ما كان زمن من الأزمان أنه يفكرون الناس أن مثلاً يجيبون عين قتيل مثلاً أو حادث صاير إليه ويخلوها الإنسان مثلاً فاقد للعين والصير بمكان الاجتهاد المتطور يساعد طبعاً على هذا الاجتهاد لابد أن يكون متطور رحمة الله على روح السيد البرجردي قال له الآن الطب متقدم وممكن أن واحد صايرت لحادثة ونطلع عينه ونجيبها إلى واحد الذي فاقد مثلاً عين أو عينين فنخليها وبعدين قال يجري الدم يعني بيها والصير جزء من البدن قالوا إيه جزء من البدن قال ليكم أكمانا هذا أم جائز العمل واحد وثانياً نظيف أيضاً حتى لو من ذاك الميت حتى من ذاك القتيل مثلاً تشوف الإمام الصادق سلام الله عليه أكو عنده أصول علم أربعمائة أصل أكو الفقهاء يذكروها أربعمائة أصل مو بس كان مسائل شرعية وفتاو يطيهم جزئية وإنما أصول عامة كان يطيهم ومن هاي الأصول يستفيدون نحن عندنا بعض القواعد الفقهية متطورة وتساعد بها مرونة مثلاً عندنا لا ضرر ولا ضرار في الإسلام وهذه قاعدة عظيمة جداً مثلاً عندنا قاعدة لا حرج أشياء الحرجية هذه الله تعالى يرفع الحرج عن الإنسان وهكذا أكو أشياء متعددة في هذا الباب طبعاً يستفيدون منها الفقهاء وبها سعى وبها حل كثير من المشاكل زين فبالنسبة إلى الأمور الصحية الإمام الصادق سلام الله عليه عنده من بعض تلامذته مثلاً من يسمى بمحمد بن مسلم الثقف رضوان الله عليه هذا يوم من الأيام فوق السطح هو وإذا به يسمع الباب يطرق آياً وإذا امرأ بالباب فنزل بسرعة سألها شعندش قلت له عندي عروستنا هذه زوجك ابني وهذه حملت والآن في حالة الولادة ماتت والطفل يتحرك في بطنها زين رحت إلى أبو حنيفة سألته قال لي ما أدري نخلي هذا الطفل يموت ويا أمه يونيقدر نشق بطن الأم ونطلع الطفل يقول ما أدري واش قال لي روحي إلى محمد بن مسلم محمد بن مسلم تلميذ الإمام الصادق يعني معلومات ما أخذ منه الإمام الصادق سلام الله عليه فش تقول قالها لا شقوا بطن المرأة وحاذي هذا الطفل حياته أولى من شق بطن المرأة زين دي شميته زين فليش تقضون على حياة هذا الطفل وهذه طبعا قضية يمشون عليها الفقهاء وقضايا متعددة أخرى أيضا ينتفعون من عد هذا تبديل الكلة تبديل القلب تبديل بعض الأعضاء هل هالأشياء اللي الآن قعد مثلا يقوم بها الأطباء هذه كلها يقرها الشرع ويقرها العقل ويقرها العلم والإسلام لا يقف حجر عثرة أمام هذا التطور العلمي الهائل ومثلا نما نجي بالنسبة لل تلقيح الصناعي بأنواعه المختلفة طبعا أنواع مختلفة لا أريد أن أذكر هناك كل الأنواع فأيضا الإسلام إذا في مجالات صحيحة ليس أنه يأخذون ما يلغير ويجيبوا يلقحون بامرأة ثانية لا لا نفس الرجل مثلا نفس زوج المرأة لكنه أكو معوقات اللي ما ممكن هذا الماء يوصل إلى البويضة أكو أسباب فممكن إيصال هذا بوسيلة ما هم ويعرفوها إذا ما كوا ممكن يطلعون البويضة ويأخذون حي من الرجل ويلقحوها خارج بعدين يرجعوها يخلوها في الرحل المهم التطور هذا شيء طبيعي ويتقبل الإسلام بشروطه الخاصة ما نجي إلى المجال الاقتصادي في المجال الاقتصادي في الزمن القديم ما كان أكو شركات تأمين أن واحد يؤمن على سيارتي أمن على بيتي أمن على محلي أمن على حياته يريد بالمستقبل اللي يمذئيد للناس ما عنده تقاعد مثلا موظف ما عنده تقاعد ما يريد ما يدري شي يصير ما يصير ليش يظل يستجدي ليش الناس تنفق عليه ما دام هو في قيد الحياة وقوي يقدر يتفق ويا شركة التأمين حتى مثلا في أيام الكبر تساعد الشركة ويعيش شريف ويعيش عزيز هذه أشياء ما كانت في السابق وأكو معاملات جديدة فمن أكو بعض المعاملات مو صحيحة لكنه المعاملات التي يقرها الإسلام وموجودة تشوف الرسائل عادة في أواخر الرسائل المسائل المستحدثة يسموهم المسائل المستحدثة تتحدث عن هذه وقصة البنوغ ما بنوغ إلى آخر ذلك زين فالإسلام ما يقف حجر عترة هنا من جملة الأشياء مثلا في المجال في المجال الثقافي في المجال الثقافي كانت الناس طبعا الإسلام حتى على طلب العلم والمعرفة وطلب العلم فريض على كل مسلم ومسلمة وطلب العلم من المهدي إلى اللحد وإلى آخره فكانت طريقتهم بدائية يقعدون بالمسجد أو يقعدون في بيت أو يقعدون في مكان أحيانا نفر واحد ويا واحد أستاذ أحيانا لا جماعة وشوفون أنتو بالقاهرة أنا رايح هناك بالقاهرة أكو جامع الأزهر وأكو جامعة الأزهر واحد يام الثاني جامع الأزهر جامع كبير اللي يسوون الفاطميون وهذا من مآثر الفاطميين السادة الشيعة فهل جامع هذا بكراسي رسهناك ورسهناك ورسهناك مكتوبنا درس المنطق درس الفقه درس العربية وهكذا فيجي أستاذ يقعد مثل طريقتنا نحن ربعنا مساجدنا مثلين وكثير آلاف من الفقهاء والعلماء طلعوا من هاي مساجد النجف ومساجد قوم ومساجد كربلاء وإصفهان ومشهد وإلى آخره زين مسجد المدينة طبعا هو الأصل ومسجد الكوفة الذي يقول الحسن بن علي الوشاء من أصحاب الإمام الرضا سلام الله عليه دخلت إلى مسجد الكوفة فرأيت فرأيت تسعمائة شيخ كل يقول حدثني جعفر ابن محمد الصادق الله ومساجد على محمد وغالي محمد يعني ذول لأن الإمام كانت عنده مدرسة ما يقولون مدرسة أحيانا يسألون يقولون جامعة مدرسة يعني بنيان ترتيب الجديد لا لا يعني مكان الدرس يعني مسجد الكوفة كانوا يدرسون ويدرس الإمام الصادق في مسجد الكوفة وكان يدرس في المدينة بين مدة ومدة يروحوا يجي فتلامثت أربع تالاة تلميذ اللي أسماهم مسجلة من أقطار العالم الإسلامي والمتفرقين بعد أكثر زين فإذن كانوا يقعدون هالطريقة إسا طريقة حديثة صارت المدارس الحديثة المؤسسات الثقافية الحديثة الجامعات الحديثة ترتيبات بكليات وإلى آخره يوهكم أنا إسلام ما يمنع منها ثم وسائل للتثقيف جديدة طلعا وسائل الإعلام الحديثة كلها ممكن يستفاد لتثقيف الناس وتعليم الناس وتربية الناس ورفع مستواهم العلمي والثقافي مثلا الانترنت مثلا الفضائيات الأقراص المدمجة وأمثال ذلك هذه كلها ممكن لاستفاد منها ومن جملة وسائل التثقيف أيضا الصحف من وسائل التثقيف تأسيس أماكن خاصة للثقافة لنشر الثقافة من جملة مثلا إقامة حفلات بالمناسبات الدينية مناسبات الثقافية يعني شوف يوم مبعث النبي صلى الله عليه وآله يوم الغدير يوم بادر يوم الإسراء يوم الهجرة وهكذا والجيل الجديد العالم الجديد الناس اللي الآن موجودين يعرفوهم بما كان قبل 1400 سنة طبعا لما يكون حفل يكون مجلس يكون مؤتمر يكون مكان مجمع يجتمعون الحديث لما عن مثلا يوم بعثة النبي حديث عن النبي عن صفاته عن البعثة عن مقومات البعثة ماذا جاء به رسول الله كيفية البعثة هذه أشياء مخفية على الناس وكثير من الناس ما يقرون يعني قسم من عدهم يطالعون الكتب ما عدهم اطلاعا هذا فيعرفوهم بهالمجالس شنو المانع منها انت لما تجي إلى هالحفلة مثلا الحديث الشريف يقول وهذا موجود عد كل علماء المسلمين من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيام ومن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من يعمل بها إلى يوم القيام سنة حسنة يعني شنو هذا عنوان عام يعني سوي لك فهذا مشروع لطيف لسا مشروع بناية مشروع ماتة مشروع مسجد مشروع دار ثقافي مشروع دار للايتام مشروع دار لبعض الأمور ومن جملتها حفلات من جملتها المؤتمرات من جملتها هالمواقف هالجلسات هالمجالس وإلى آخر ذلك فيها ذكريات طيبة فيها تطلق نعم من سنة سيئة فعليه وزرها ما كانت الناس إذا تريد تتزوج تسوي لها حفلة بالفندق الفلاني وتجيب جوق موسيقى مثلا من فلان وكان هذا ما كان فاللي سو هذا الشيء واللي سار عليه معناه عليه الوزر الكبير لأن هذا طريقة جهنمية هذا طريقة شيطانية أما الأشياء الطيبة أشياء الحسنة شنو المانع منها زين وهكذا بالنسبة إلى المجالات الأخرى فكل هذه مجالات الإسلام ما وقف في وجه بس هنا أنا ألفت النظر إلى بعض النقاط بالنسبة إلى العلماء علماء المسلمين أكو بعض الخلفيات أكو بعض الفتاوى أكو بعض الآراء ما تساير الزمن ولا يقرها العقل ولا يقرها العلم لا يظلون يتشلبون الإمام الفلاني قال والشيخ الفلاني قال أخطأ وأخطأ فتركه خليروف خليجيب لك مثال في قانون الأحوال الشخصية مالة مصر قبل كم سنة طبعا الجماعة كانوا يمشون على رأي الإمام أبو حنيف من جملة المسائل مسألة الحمل في بطن أمه أقل مدة الحمل أكثر مدة الحمل فهم عدهم حسب فتوى الإمام أبو حنيفة أنه ممكن الحمل يبقى في بطن أمه سنتين زين فإجوا شافوا هذا ما يتبقوا العلم لا العلم لا الطب يقولها المعنى مين اللي حجاية هذه وعليه من معتم فوقروها سووها سنة نحن عدنا في الروايات عدنا في أقوال الفقهانة أنه تسع تشهر عشر تشهر ممكن يبقى وأكو روايهم سنة زين فإذا تعديل معقول يعني مثلا الأئمة الثلاثة البقية كأن القضية بالمزاد العلني قالوا لا أربع سنوات زين مين أنا ما أدري ذولا مين ما أخذيها سفد حجاية أكو صحيحة مصحيحة يقولون الإمام الفلاني ظل ببطن أمه أربع سنوات ليش لأن كان يستحي أنه الشيخ فلان ما دام في قيد الحياة هو يطلق قال يموت تالع هو جنابه يطلق عجيبة مراسلات أكو بيناتهم ذولة وإحنا ما ندري شنو ربط هذا بذات حس يجي البعض قلت لك بالمزاد العلني يقول خمس سنوات ويقول سبع سنوات لا أخوش سهلة يعني أحسن يبقى ببطن أمه وبعدين يطلع من بطن أمه ويروح للمدرسة للابتدائي رأسي رعد عليه من التعب خطية المرأة المسكينة تتحمل شائلة هذا كلام سخيف حتى لو يقوله أي عالم وأي إمام لا العلم يقر لا الطب يقر لا الشرع يقر شوي لازم نفكر بدين نفكر شبابنا سيرحون من إيد من يشوفون هكذا سخافات يقول لك هو دين هذا هو حتي هذا مع العلماء هذا هو حتي مع الخرافيين لازم إحنا ناخذ الأخبار وناخذ الفتاوى من عين صافية لنضر الدين بعض الفتاوى أكوا عن الإنسان يتعجب يتعجب إتقاعد هنا بالكويت مثلا صار عندك اتصال ب امرأة في امريكا تعرف المهم أنه صارت خطوبة صار عقد هس عقد بالأنترنيت بالتلفزيون بالمدري شنو الفضائية المهم عقد صار عقد كامل صح حال وإنه بعد هناك وانت هناك بعد تسعة أشهر جابت من مدبرتها الله أعلم يقول إيه هذا مدام عقد بيناتكم أكوا أبا أبنك يا بلال لقاء صار بيننا وش مدرينا احنا على الاثير وانت نايم شفت بالطيف ولان هذا الاسم يطلع الحي من منا ويطير ويروح للفارج مالتها وما ادري يصير زايقوت زين هذا حاجة سخيف هذا حاجة لا يقره علم ولا عقل هالشباب ذول شلون يؤمنون بعقلنا شلون يؤمنون بديننا امثال هالكلمات يعني احنا نكون دير بان قضية مو قضية مذاهب قضية قضية دين قضية حفظ الاسلام تشويق الناس الى الدين او يجيك تجيك فتوى ان فلان سكران 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 لا يعقل اصلا اذا طلق زوجته هو ويلاء اذا قال طلقتها بالثلاث اي بعد انتهت القبيل بالثلاث بسا هاي ترى مالت بالثلاث هذه هم سواها الخليفة الثالث تعال عافو الثاني حتى ابن تيمية من محسنات ترى انه قال حتى لو عمر قال هذه هي هذا خلاف الاسلام وخلاف الروايات اللي وارده وانا ما اخذ به ما اخذ به الان توجه اكل الكثير من العلماء وعلماء المسلمين انه يقول بالثلاث شنو ينصب طلقة واحدة انحسن الى حق الرجعة والطلاق الى حق الرجعة الثالث على كل فهذا انسان اي انسان عاقل سيئلة يقول له انسان يريد يعقد عقد او يريد يهب او يريد يطلق او يريد زين اذا مسلوب العقل دايخ سكران هل تقره على عمله ليش تعال شوفي فلسفة مالتون يقول اي هذا تأديب الى ليش شرب الخمر عجيب صار تأديب الى يو تأديب المرأة المسكينة قاعدة ببيتها ما مسوي شي قاعدة وم اطفالها واذا يجيبوا لها خبر يلا لم اغراضك تلعب يعني ليش الطلاق مبغوظ عند الله ابغوظ الحلال عند الله الطلاق يعني قنبل في الاسرة تفكك يصير واحنا نعتمد على اشياء غير سليمة غير عقلائية عشرات القضايا اكو اللي لازم اعادة النظر من علمائنا الطائب علماء المسلمين بصورة عامة التفكير في هذه الاشياء لحل مشاكل المجتمع حتى لاعتبر الاسلام دين متطور دين تقدمي دين يتمشى مع العقل مع العلم مع المعرفة مع الزمن مو دين خرافي مو دين خرافي جابه شنو هذا الحديث موجود بالصحيح اذا سقطت اذا وقعت الذبابة في الكذاب راكشي انت طمسها زين حتى مكروبات تصير داخل كل شاب ليش لانه في قسم من عجناح جسم دا وفي الثاني دا تلعب روح الانسان من هتش روايات ومن هتش كلمات وهذا تريد تنسبها الى رسول الله تريد تنسبها الى الاسلام على كل حال ما احترامنا للجميع لازم يفكر المسؤولون عن الاسلام والمسلمين ان يفكروا في مستقبل الناس في عقلية الناس الناس اليوم ما مغفلين مثل القديم كل ما يقول له لهم سكتون اليوم سئلون اليوم يردون يتعرفون على الامور على كل حال نجي بالنسبة الى المجالات الاخرى طبعا كلها وضع الاسلام لها الحلول وبالنسبة الى المشاكل اللي في المجتمع الاسلام وضع لها الحلول كما ان حاجيات المجتمع ايضا الاسلام رفع حاجات الناس فسا انت اذا شوف في مجتمعاتنا شقاء اخر القرآن الكريم يقول لنا انه حياة طيبة وين الحياة الطيبة شقاء وقتل وتمزق بين المسلمين ليش لان ما مشينا عدل على الاسلام الصحيح ما سرنا على اسلام محمد وعلي ما مشينا على اسلام الحسين والامام الصادق مشينا على اسلام مروان وعبد الملك بن مروان المنصور الدوانيقي والظلمة وإلا بالله عليك لو يسأل واحد غير مسلم يقول تعالوا خلنشوف يا جماعة انتو المسلمين تقولون الاسلام وضع الحلول لكل المشاكل وأحسنت شرائع الاسلام شو مهتم الاسلام أشياء جزئية وما مهتم بشيء عظيم والله لو وليتموها عليا رسول الله يقول لو وجدتموه هاديا مهديا يحملكم على المحجة البيضاء والصراط المستقيم حتى إذا أصبحت في غير صاحبها باتت تنازعها الذؤبان والرخم ها الاختلاف في الإمام وإلى يومك هذا وإلى يومك هذا بني أمي استبداد في الحكم بني العباس استبداد في الحكم السلاجقة الأتراك وإلى يومك هذا إسه بعض الدول بيها شوية مرونة بيها نص ديمقراطية بيها فت كذا وإلا الباقي هذا اللي تشوف في العالم الإسلام وتريد نكون سعداء زين فاللي يجي خارج الإسلام ويعاين يقول شنو ذوله شنو ذوله شنو إسلام هم ذوله ما إلى رأي الإسلام في الحكم ما أردت بالشغل حقوق الإنسان وين كل واحد يجي أنا ربكم الأعلى لأن اتخذت إلهي غيري لأجعلنك من المسجونين لا تزال الدكتاتورية موجودة في العالم الإسلام على كل حال هنا أنا لازم ألفت النظر إلى شيء صلوا على محمد هذا التطور اللي موجود في الإسلام التطور الموجود في الإسلام وذكرنا نماذج إليه هل يشمل الأخلاقيات أم لا يعني الآن أكو حجاية أكو كلمة يقولون الأخلاق نسبية في بعض الأماكن الزنا مثلا مكروه قبيح لكن في بعض الأماكن تطبيعي فإحنا أخلاقيات نسبية في بعض الأماكن الكذب قبيح في بعض الأماكن الكذب جائز ماشي الحال خلوا نكلاوات على رأس الناس وهكذا الغدر وهكذا الأشياء الأخرى في بعض الأماكن الحياة والعفاف شيء جميل وطيب وحسن في بعض الأماكن الأخرى لا هذا هنا خطأ من قال بأن الأخلاق نسبي اشتباه بين الأخلاقيات وبين الآداب صاير شوفوا أكو حديث يتعرض له علماء الأخلاق حتى الشيخ المطهري وغيره وغيره ذكروا عن الإمام علي سلام الله عليه قديما اسمعني قديما كانوا هذا الشكل يقرون الحديث وما كانوا يذكرون الأصل مالته والمصدر مالته أنا متبع الموضوع أن الإمام قال لا تقصروا أولادكم على أخلاقكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم يقول كانوا الأخلاق معناه نسبية تتغير من زمن إلى زمن لكن لما تجي إلى التحقيق شفت الخبر هذا والحمد لله في شرح نهج البلاغ لابن أبي الحديد المعتزلي طبعا ابن أبي الحديد المعتزلي كتاب نهج البلاغ الذي جمعه السيد الرضي رضوان الله عليه بما فيه الخطب والرسائل الكتب والكلمات القصار من يكملها فعادي يفتح صفحة جديدة الحكم المنسوبة للإمام علي عليه السلام شوف أنت في هذا عشرين جزء موجود شارح الناج عشرين جزء فحمد إبراهيم هناك يذكر الإمام سلام الله عليه لا تقسروا أولادكم على آدابكم وآخلاقكم على آدابكم عرفياتكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم لا تقول والله أنا عرست هتش يسووا لي ولازم انت هميتش يسووا لي كلها من ذاك زمانك غير وستزماني غير كنا نشوف إحنا حتى بالنجف فالزمان ساهنان شلون ما أدري إذا يجون يردون يعقدون صايرة اتفاقيا نساء رجال كذا يسيردون يعقدون مجلس العقد الأب ما هو أبو الابنية أخوة الابنية ما هم عمام شاردين عبعدهم أنبتهم يا بيردون يزوجوها مو عرفياتهم هذه كانت حتى بعض العلماء أنا شايفهم الخوال يجون للأصدقاء يجون يتحملوا للمسؤولين بينما تغير الزمن الآن في بعض الأماكن وفي كثير من الأماكن الحفلة سواء حفلة العقد أو الزواج أو شيء يحضر الأب والأعمام والأخوال والأخوة ويقول لا لك جنون فرق أنه زواج زواج سواء أختنا أو ابننا أو أخونا تغيرت الأخوال في الفواتح تغيرت في الأعراس تغيرت في الحج تغير في المادري الحفل نعم بعض الأشياء اللي محرمة لا هذه لازم يبتعد فهذه آداب أنت لا تفرض على اسم أنه يا بأنا اتزوجت هالشكل سووا لي أنت لازم يتسوه زمن تغير فلا تقسروا أولادكم لا تقسروا أولادكم على آدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير أما أخلاقيا العفة الحياة النجابة الصدق الأمانة الحمية الشجاعة الكرم السخاء التقوى إنسانية دني أشياء ما يتغير إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق تشوف أهل البيت عليهم السلام وأتباعهم دولة في أشد الحالات ما يخالفون الأخلاقيات والأخلاقيات أمر بها الإسلام الإمام أمير الوامنين منعوا يوم يوم صفين وشيعة وجيش من الماء لكن بعدين لما سيطروا على الماء قال لهم فسحوا لهم المجال ما يجوز أن نمنعهم من الماء مسلم بن عقيل سلام الله عليه في أشد الحالات في بيت هاني وعبيد الله بن زياد يجي قيل لقي عيادة شريك ابن أو شريك ابن عبد الله المذحجي صديقة كانت مرض وقيل لعيادة هاني على أكثر لشريك شريك قال له غايتك وغاية جماعتك القضاء على هذا الطاغية فالآن بمحلها منطينا خبر رح يجي إلى عيادتي يقعد هنا أنا يقعد بالديوانية بالبراني شي نسمي فإنت حضر نفسك روح حضر نفسك وبالمطبخ وبمخزن يوفد غرفة أخرى أوقف هناك بمجرد أن أنا صيح تجيبه لي ماء انطوني ماء أنت اهجم عليه وقتله وأنا أدبر لك حال الكوف أسه هو مقرود ما يدري أنه ثلاثة يام بعد مات هو شي يدبر حال ما يدري نحن بواد والعذول بواد زين ف مسلم ما يجي يقعد بالديوانية وعبيد الله بن زياد يجي ويدور عليه فحتما لازم يختفي لازم يروح وين يروح غرفة النساء قم يروح غرفة النساء مكان قريب يروح يخفي نفسه يبقى هناك هذا الرجل اجي عبيد الله بن زياد وقعد شوية وشاب فرصة هذا اسقوني ماء اسقوني ماء ما حدي ما الانتظار بسلمة لا تحيوها حيو سليمة وحيو من يحييها هيقام يقرأ الشعر بها إشارات بها تورية كذا وعاين للباط بعض يقولون أنه حس عبيد الله شيطان حس أكو شيء وقيل المستشار مالت هذا الويا حس خف أكو مؤامرة أكو شيء قال لي نطلع قوم نطلع طلع نطلع يجي مسلم تفت لهذا قال لي ليش ما طلعت قل لي أمرين اسمعني في هالحالة الشديد الأمر الأول حديث وصلني من عمي أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال الإيمان قيد الفتك فتك يعني الغدر فتك يعني الإغتيال يعني الإسلام دين المواجهة ما يستعمل الإغتيال ما يستعمل مثل إن لله جنودا من عسل وقتل الناس باسم لله جنودا من عسل هذا يسمى وذاك مش يسوي له وذاك كذا لا لا هذا مو من أخلاقية الإسلام مو من أخلاقية أهل البيت الأول لأن الإيمان قيد الفتك فلا يفتك مؤمن إسلام شريف يجي يتواجه إياه أما رجل قاعد جاي للعيادة عيادة مريض ويهجم عليه بعدين حتى هذه العقلية ما كانت صحيحة يعني الرأي هذا ما كان صحيح لأن هذا رجل ووحده هذا يمثل دولة من وراء من وراء دولة جيش رح يجي من الشام ومدري من أماكن أخرى ويقل بولك الدنيا على هاني ويقل بولك الدنيا على الكوف إن قضية مو قضية عبيد الله في زندانة قتل انتهت الأمور كلها انتهت لا لا ألا كلها الرأي هذا فهذا واحد وثانيا أن زوجة هاني تعلقت بي وقال وأحل أقسمت علي أن لا أقتل عبيد الله في دارها لأن تدري دولة إذا في دارها أن قتلوا عبيد الله معناه الدولة تجي تهجم البيت كله تحرقه وتقتل من فيه الجماعة معدهم لح يمسرح زين فراح يصير وبال عليه قصد أنه مسلم من عقيل المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه مثل العزة مثل الكرام مثل الإنسانية يا أخي يقول للعمر بن سعد في آخر لحظة لما دخلوا على ابن زياد وابن زياد أمر بقتله قالت خليه وصي شاء نظار يامنا يسر ما كعدنا أحد أقرب الناس إلى عمر بن سعد بعتبار بن قريش وهذا هم قريشي قال للعمر بن سعد تعال أنت أكوك قرابة إلى حد ما بيناتنا في النسب الرابع الخامس قد الرابع خامس ما قبل صاحبي هو يظل بن زياد شو ما قبل قال له قال له أولا أنا مطلوب سبعمائة درهم مطلوب سبعمائة درهم وكيل الإمام يستلم الأموال حق الشرعي إلى حق التصرف شوف إباء أو شوف إنسانيت أن يدّاين يدّاين يستقرض يقول له سبعمائة درهم مستقرض مديون أنا بيع السيف مالتي والدرع مالتي وط الديان شوف النظافة اللي يعدهم ذول شوف الامتياز اللي يعدهم ذول أولياء الله هكذا على كل حال وعندها الشجاعة هذه يشيل الفارس ويرمي على البيت يقع على القاع مقطوع النفس بيت يصيد الصيد ويخز المصاليت بعز مضحة الكوفة تروض كلها إلى الانتياز بأن الحسين سلام الله عليه عينه سفيرا من قبله وبعثه رسولا من قبله وممثلا خاصا يكفيك يا ابن عقيل فخرا في الورى فيه سموت إلى السماك سماك الأعزلي إذ في رسالته الحسين لك اصطفا حسين اصطفاك قال قال إني باعث إليكم أخي وابن عمي وثقتي من أهل بيت مسلم ابن عقي اصطفاك 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 لم ترضى لم ترضى الذين أن يبقى أو تبيدى قد قدمت ضحايا وأرضت المجيدى لبيك لبيك أبا عبد الله لبيك لبيك أبا عبد الله عطر باسمة أطياب شبية تبتسم لها القلوب من شركة أمالكويت اشتركوا في القناة